أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من بيروت اليوم ضيوفي القاضي وليد عكم أهلا وسهلا فيك رئيس أنت قاضي في المحكمة الخاصة في لبنان قاضي شرف لدى محكمة التميز وأستاذ في الجامعة الأمريكية أهلا وسهلا فيك معالي الوزيرة السابقة وزيرة العدل ماريك رود نجم عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف أهلا وسهلا فيكم رئيس اسمحني بلس بالليديس فرست طبعا محكمة العدل الدولية ومعنى القاضي وليد عكم يعني رموز بعض رموز القضاة ورجالات البلد الذين مسلوا لبنان تمثيلا جميلا جدا في الخارج اليوم رئيس المحكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام قراءة اليوم لهذه الشخصيات اللبنانية خلينا نعمل توطيق مسار ما طرحت على السؤال لأله طرحته عليك بالنسبة للرئيس عكم أنا بيعرف الشهدة مجروحة بهذا الموضوع ونوجه له التحية بالمناسبة لدكتور نواف سلام يلي عم يتبوأ هالمركز بأصعب الظروف طبعا ونحن كله إيمان ونحن أكيد رح يكون عقد المسئولية بجميع الأحوال لأنه هيدا صور بتضوي بتضوي بلبنان بالخارج واليوم في قضية كتير أساسية اليوم منفصل العالم حول القضية أو الدعلة التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل وقبلت المحكمة هذه الدعوة يمكن كرميل هاك أنت عم تقول لحضرتك في أصعب الظروف أكيد أكيد هلأ موضوع فلسطين بمحكمة العدل الدولية منه جديد بمعنى أنه صار فيه صدر قرار استشارة جدا مهم من كم سنة من قبل محكمة العدل الدولية يلي مطروح يلي هو مختلف ومصار عم بكفة مختلف عن المصار الحالي يلي هي الطلب يلي تقدمت فيه أفريقيا الجنوبية برمزيتها طبعا لأنه أفريقيا الجنوبية بتاريخها وما شهدته من نظام فصل عنصري الأبرتايد المعروف هالشي عنده رمزية بالإضافة لطبعا الناحية الأنونية هلأ طبعا القرار النهائي بعد ما صدر من المحكمة بالطلب يلي صار أنه أفريقيا الجنوبية طلبت إصدار إجراءات مؤقتة وهيدا الأرار الشهيري اللي تلع بأواخر كانون الثاني الفين واربع وعشرين إذا مش مغلطة وأخذ سلسلة تدابير منها التدابير هو لأنه الموضوع كان بيتناول موضوع جريمة الإبادة منها التدابير اللي أخدتها بتصور أكيد يعني شفنا شو كانت ردة فعل إسرائيل على على هيدا القرار لأنه إسرائيل مش انتقدت القرار ومش عم تعترف فيه وعفكرة بين هلالين كمان هالشي تيبين أنه القضاء بالمحكمة الدولية ما بمثل دولهم كان فيه قادي إسرائيلي معين وصوت مع تنين من الإجراءات الخمسية اللي اتخذت بهيدا القرار هيدا بس بين هلالين لأنه هالشي مهم ما يفكروا الناس أنه أداش القضاء الموجودين مستقلين مستقلين عن دولهم طبعا هيدا بيرجع بيرجع للقاضي هو بحد ذاته وأكيد في خليني ومارج معينة ولكن المبدأ هو أنه قطاء القاضي بيتعين بمحكمة العدلة الدولية شو ما كانت جنسيته هو خلص عم بيسير هون بديحكم بالقانون محكمة العدلة الدولية هدفة أنه تعطي حلول وقرارات بالقانون الدولي هل الدول عم تلتزم بالقانون الدولي ولا لا بقى إسرائيل بتصور أي قرار رح يطلع ما بشوف إمكانية أنه يتنفذ لأنه مثل ما بتعرف كل هالمحاكم الدولية ما عنده أدات تنفيذية مباشرة تحديدا محكمة العدلة الدولية التنفيذ بده بده يقرره أو بده يسعى لإله مجلس الأمن والأمين العام بس مجلس الأمن هون عندك ترجع من جديد عندك إشكالية الفيتو بيبقى بيبقى الرمزية اللي تكلمت عنها مش هين حتى لو دولة ما نفست روسيا ما عم بتنفذ قرارات إسرائيل ما عم بتنفذ قرارات بتبقى رمزية الموضوع ليش لأنه ولا دولة بتحب اليوم تعرض حالة لأحكام ولا دولة بتحب صورتها بالعالم يصير هيك ما تنسى تحديدا بدولة إسرائيل إسرائيل اشتغلت كثير على مدى عقود على صورتها خاصة تجاه الغرب اليوم هالشي عم بغير من بعد 8 أكتابر بهيدا بهيدا الموضوع وأخيرا كمان يعني في تداعيات على علاقات الدولية التداعيات على الاستثمارات الخارجية إلى ما هنالك عظيم رئيس كنا عم نحكي عن محكمة العدل الدولية وحكيت عن هذه الرمزية علما أنه الدول الكبرى أو الدول المهمة لا تنفذ أحكام هذه المحكمة لكن ما أهمية مثل هذه الدعوات أن ترفع أمان محكمة العدل الدولية والسؤال الآخر يعني الحكمي اللي ما نطرحه ليش أمام العدل وليس أمام المحكمة الجنائية أولا لابد من الترويه بما سبق أن أشرت إليه ما عليها بوجود قاضي لبناني على رأس هذه المحكمة الذي يشكل أكبر مركز قضائي في العالم لبناني اليوم يتولى أكبر مركز قضائي في العالم رئيس محكمة العدل الدولية كنت بتذكر لما كنا في لاهاي عندما يستقبل الملك بمناسبة بداية السنة مثلا عميد السلك الذي يتقدم جميع الدبلوميسيين في هولندا كان رئيس محكمة العدل الدولية هو الذي يقف في الصف الأول ثانيا بدي كمان نوها إلى مسألة أن القضاة هناك تم التعاون بحيادية تامة يتصرفون وأن يكن دولهم بترشحهم إلى مركز معين وأنهم يتصرفون بحيادية تامة وباستقلالية تامة أكبر دليل على ذلك أن القاضي الوحيد التي خالفت قرار محكمة العدل الدولي في الشهر الماضي كانت قاضية أغندية في اليوم التالي لصدور القرار في اليوم التالي لصدور هذه المخالفة من قبل القاضية الأغندية اجتمعت حكم الأغندية وقالت هذه قاضي مستقل وهي لا تمثل رأي محكمة أغندا دولة أغندا دولة أغندا التي تجرب ما تفعله إسرائيل بحق الفلسطينيين القاضي الأغندي اتخذ موقفاً هذا الموقف لا يمثل لا من قريب ولا من بعيد موقف دولي التي ينتمي له هذا القاضي المسألة الثانية التي أشرت لها كمان معليها أنه مبدئياً القرارات هناك في محكمة العدل الدولية هناك مسألتين تنظر بهما مسألة البت بالنزاعات بين الدول والمسألة الثانية هي الأراءة الاستشارية والتي ليست ملزمة بحيث المبدأ بقضية الوال ستريت الحائط الذي بنته إسرائيل بينها وبين الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الأمم المتحدة الهيئة العامة الأمم المتحدة طلبت من الـ ICJ من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأياً استشارياً في هذا الموضوع رأي استشاري رأي استشاري يعني غير ملزم صدر قرار أدين في وضع الحائط واعتبر أن هذا الحائط غير قانوني طبعاً إسرائيل لم تلتزم وهي غير ملزمة أن تلتزم ولكن ماذا حصل كثيرون من الشركات والمقاولين الذين كانوا يستثمرون في بناء يستثمرون في بناء هذا استنكفوا هذا العمل مما كبد إسرائيل وقتها مبالغ طائلة نتيجة هذا الرأي الاستشاري أقول الذي هو غير ملزم فكيف بناء لو كان هذا القرار ملزم عظيم لكن البت بالنزاعات وقد يكون الدعوة التي أقيمت اليوم ما رح طول كتير بس خليني ركز لأن انطلاقاً منها هي اللي قاله الرئيس عكوم بالبت بالنزاعات وهذه الدول لا تلتزم حضرتك قلت لا روسيا ولا إسرائيل ولا غيراً من الدول لكن لماذا دائماً نعود إلى القضاء الدولي أو المحكمة العدلة الدولية في بد نزاعات علماً أنه الدول غير ملزمة بتنفيذ هذه الإجراءات لا دول ملزمة بتنفيذ القرارات القضائية مش ملزمة بالأراء الاستشارية هلأ ما عم بتنفذها لأنه بالقانون الدولي اللي عم ما بتعرف وتكون الحكم عم يطلع على دولة أنت اليوم ما فيك تجبر دولة مثل ما بتقدر تجبر فرد لهالسبب هون عم بفوت كل المعطيات معطيات القوة معطيات الديبلوميسية معطيات السياسة بتصور أنه عم نروح بعدة محلات على محكمة العدل الدولية وموضوع إسرائيل هو مجرد مسل لأنه في كتير نزاعات تتعرض على محكمة العدل الدولية وفي كتير بتتنفذ من قبل الدول على سنوات وعقود بتصور عم يراحل محكمة العدل الدولية وقت عم بيكون في بلوكاج معين بمجلس الأمن لهالسبب هون عم بيكون لو عم تقدر أنت بمجلس الأمن لو ما عندك الفتويات لو بتقدر توصل على مكررات وتقدر تفرض شيء على الدول ما بتروح على هيدا المصار هيدا المصار يلي بدو يجيب القانون يقلك شو الوضع تفضل الرئيس من شوي وحكي عن قضية الجدار الفاصل يلي الرأي الاستشاري اللي هو كتير مهم لأنه بتصور أي قرار بيتعلق بفلسطين اليوم من قبل محكمة العدل الدولية ما حيقدر يطلع باتجاه غير هالاتجاه اللي تلعب بالرأي الاستشاري بيبقى موضوع التنفيذ مش يعني إذا دولة منافذت مش يعني ما له تداعيات أو ما له عازي هالقرار أبدا وكمان نعطى مسأل هلأ بموضوع الشركات عطيت مسأل قبل بموضوع صورة الدولة بموضوع علاقات الدولية بقى بالتالي نحن منلاقي إنه هيدا المصار أساسي ونحن قانونيين ما فينا إلا ما نعول على هالمسارات القانونية سواء داخلية أو دولية وقتو تكون الأضايا مطروحة أمام محاكم دولية بدي بس يمكن وضح شغلة صغيرة الناس أوقات كتير عم تخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجانئية الدولية صحيح كنت بدأت رأي أرجع السؤال على الرئيس إذا بتريد تتراحوا عليه أو حال لا 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 بس لش صار فيه يمكن خلط شوية أكتر لأن جمالا محكمة العدل الدولية هي بترائب أو بتاعت الحلول القانونية تتأكد أن الدول عم تلتزم بالشرعية الدولية وبالقانون الدولي العام المحكم نحكم الجانئية الدولية يلي هي مقلة عليها يعني لم تنشأ ضمن نظام الأمم المتحدة انشأت عام 1998 نظام روما الأساسي وهي شغلتها تلاحق الأفراد وتعاقبهم إذا عملوا جرائم ما يسمى بالكريم انترناسيونو يعني جرائم إبادة جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية ما بتلاحق الدول اختصاصها وين اختصاصها بتحكي عن الاختصاص بالنسبة للمحكم الجانئية الدولية طبعا إذا دولة ما انضمت لنظام روما ما انها ما انها ملزمة بقرارات المحكم الجانئية الدولية إنما إذا مواطن من هالدولة عمل عمل يشكل أحد هالجرائم على أرض دولة هي دولة طرف بنظام روما هنا بيصير هالأعمال ضمن ضمن اختصاص الاقتصاص الاقليمي لمحكم الجانئية الدولية لها السبب فلسطين وقتا انضمت لنظام روما سنة 2015 صار فيه هون امكانية تيسير فيه مسارات وهي ده اللي صار يعني صار فيه تحقيق هونيك البروستيديور مختلفة يعني عندك مدعي عام بجي أقرر يفتح تحقيق فتحت وقتا تحقيق المدعي العامة وقدى لبعض لقرار بالاختصاص تحديدا اعتبرت المحكمة انه هي مختصة بما فيما يتعلق بالضفة الغربية وغزة يعني اعتبرت انه فلسطين دولة بالمفهوم يلي مفهوم النظام روما الاساسية تقدر تليح بقى هيدول مسارين مختلفين يمكن صار فيه شوي خلط لانه بالمحكمة العدلة الدولية القضية يلي رفعتها افريقيا جنوبية تتناول عدم التزام اسرائيل بمعاهدة تولية هي معاهدة ضد الابادة الشمعية يعني للجينوسيد يلي هو طبعا هي جريمة جزائية كمان بقى صار فيه شوي خلط بالموضوعين بس انه مسارات مختلفة طيب هون السؤال رئيس يعني يعني عطفا على ما قالته الوزيرة لماذا جنوب افريقيا رفعت الدعوة امام محكمة لاهاي وليس امام المحكمة الجنائية مثل للوهل الاولى يبدو اننا امام جرم وجرم الابادة الجماعية وبالتالي يجب المحكمة امام المحكمة الجنائية الدولية وليس امام محكمة العدل الدولية ولكن ما حصل هو ان دولة جنوب افريقيا تقدمت بهذه الدعوة امام محكمة العدل الدولية لتقول ان اسرائيل خرقت الاتفاقية لذلك نحن كنا امام مسألة اخلال بمعاهدة الابادة الجماعية التي وقعت عليها اسرائيل ستة تسعة واربعين واعتبرت دولة جنوب افريقيا ان اسرائيل قد خالفت بنود هذه الاتفاقية ويترتب عليها مسئولية نتيجة هذا القرق لم يتحرك المدعي العام لإقامة دعوة ونأمل ان يتحرك لإقامة دعوة إبادة جماعية بالمعنى الجزائي هونس عتب دقيمها أمام المحكمة الجنائية الدولية ما حصل حتى الآن هو قبول دعوة قبول دعوة نتيجة الإخلال باتفاقها نتيجة مخالفة بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعت عليها إسرائيل سواربين هذا مضمونها في لها يعني المرحلة المقبلة يعني رايحين إلى الجنائية مثل ما قلت مع الوزيرة تلاحق الأفراد حول جرائم تماما حول جرائم عددها بعد حضرتها الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب وأخيرا جرائم العدوان المشكلة بقصة الإبادة الجماعية أن تتطلب عنصر معنوي من نوع خاص لا يكفي أن تقول أن نتنياهو كان يقتل فلسطينيين في غزة أو في الأراضي المهدلة يجب عليك إثبات أن نيته كانت منصرفة لإبادة فئة معينة أو جنس معينة وهني قالوها بعض قادة السمي قالوها أحدهم قال يجب أنه نست قلب لذرية على غزة آخر قال يجب طردهم من غزة وبالفعل مورسة هذه المسألة بعثوهم من شمال غزة إلى الجنوب ومن الجنوب إلى رفح وهلأ عم بقول أنه نفوت على رفح يعني بالآخر المسألة منها مستحيلة بس يقتضي أن يكون لديك دنام عينة مجموعة من المعطيات التي تثبت نية بعض قادة إسرائيل بارتكاب فعل الإبادة الجنوبية والمنفت بهذا الموضوع تعيبا على اللي تفضل فيه رئيس عكم أنه إجمالا بجرائم الإبادة الجماعية صعب كثير أنه تقدر تثبت نية واليوم عم بلاحظ كثير من الأشخاص اللي بعلقوا على الموضوع أنه هيدا أول مرة بيكون فيه بهيك نوع من الملفات تصريح وأكتر من تصريح من قبل مسؤولين بهالشي في حين بالعادة لمنع الإبادة الجماعية يعني سنة 49 دولة إسرائيل هي اللي كانت عم تسعيلة من بين الدول يلي سعيو لنظرا للتاريخ يلي شاهدوا الشعب اليهود من إبادة بقى فيه مفارق اليوم ولا ممكن نهار كنا فكرنا أنه نوصل لأنه تكون فيه دعوة على إسرائيل على دولة إسرائيل بالإبادة سمحيلي قطشك بس لكف من النقطة التي وصلت إليها بوقتها المشتاد الإسرائيلي خطف باعتقد اسمه أخمن أحد المسؤولين عن الهولوكوست في ألمانيا كان موجود في الأرهولتين خطف جبوه على إسرائيل حكموه بارتكاب جرم الإبادة الجمعية وحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام بإسرائيل لم يعيش فيه أحكام بتنفيذ حكم الإعدام إلا في هذه الحالة وحتجوا الأرجنتين وقتها تبرقوا أنه فيه اعتداء على السيادة الأرجنتينية أنه خطفوهم خطفوهم من قلب الأرجنتين وسويت الأمر فيما بعد بيننا بس إلى هذا الحد كانوا يعتبروا أنه عندهم ما يسمى باليونيفورسل جورس برودنس الصلاحية العالمية وهي مشو فيها هلقى بأوروبا بأوروبا هلقى في أكثر من الدولة بلجيكا مبارح مبارح سويسرا سويسرا المدعي العام السويسري ادعى على عم الرئيس الحالي بشار الأسد على رفعة الأسد بجرم جرائم دولة السنية الجرم لم يحصل في سويسرا المتهم ليس سويسري وبالرغم من ذلك اعتبر الخضاء السويسري أنه بمقتد هذه الصلاحية العالمية وبجرائم ترقى إلى هذا المستوى هي هذه جرائم تفعل مفعيل هذه الأحكام كيف بكل ترجع على الأمم المتحدة أو هذا فقط رمزي لا ليس رمزي فقط أو فقط القضاء السويسري مثلا حكم يجب في سويسرا وينفذ بسويسرا يعني بحيال لوقتي بيجي رفعة الأسد إلى سويسرا سوف يلقى القبض عليه يحاكم وهو نريد وصل إلى أن لبنان حتى الآن لم ينضم إلى المحكمة الجنائية صحيح مع أنه في مصلحة كبيرة لماذا لم ينضم هذا السؤال سؤال كثير مهم كل مرة إسرائيل بتعتدي من قدم شكوى على مجلس الأمن يطلب رئيس الحكومي من وزير الخارجية أدبول شكوى على مجلس الأمن ولا مرة دعينا لم ينضم إلى المحكمة الجنائية بصراحة لأن كثير من الزعماء اللبنانيين وخلال الحرب الأهلية اللبنانية ارتكبوا جرائم تدخل في صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تم في جرائم حرب في جرائم ضد الإنسانية حصلت خلال ويخشون وهذه بتعرف لفي عفو ولفي مر زمن ما في ما في مر زمن أنه لبناني في مر زمن بين أنه لبناني عمله أنه عفو يعني من ينسك القرار اليوم بإدخال لبنان إلى المحكمة الجنائية مرتكب جرائم حرب في السابق يمكن عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنتين نحن دعينا من كم سنة عملنا مؤتمر في سبب آخر معليك لا أنا أشوف هذا السبب لأنه نحن عملنا مؤتمر وقته ودعينا لبنان أنه ينضم لنظام روما الأساسي وصعينا لهذا الموضوع لأنه ما تنسى المحاكم وتبتحكي المحكم الجنائية الدولية أو المحكمة العدل هيدول محاكم دائمة يعني مش محكمة عم تجي تنشأها لجريمة خاصة تكبت بوقت من الأوقات يعني هيدا عندها اختصاص وقتا بيصير في قضية معينة موجودة المحكمة لهذا سبب يعني موضوع يلي ممكن يحكى أنه خلقنا محكمة خاصة تنسيس تنعمل ولا ممكن أنه يقدر بالنسبة لهذا الموضوع حتى ينحكى فيه بس أنا مع يلي تفردل وقالو الرئيس ما عمشوف سبب آخر أو هيدا السبب أو إذا بنا نروح بالشي اللي أوط أنه مش مكترسين يعني بس يجب يعرفوا أنه هلأ دموقتظة هيدا اليونيفرسل جيرس فرود أكيد شيء عم بيصير ببلجيكا ببلجيكا واتشارون بهولندا كثير من السوريين المتواجدين كانوا عمل بيلاقوا عليهم أدلة أنوا نشاركوا في عمليات تعذيب للشعب السوري بالفترة يعني تحت عنوان العدالي الدولية يستطيع أي قضاء في أي منطقة في العالم أن يرفع دعوة على من بالشخص الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانيين بموضوع سوريا حاليا ببلجيكا في شكيوة طبعا أمام القضاء البلجيكي على الجرائم ارتكبها بعض ضباط المخابرات وإشياء هوني وإلا وإلا يعني هلأ البعض بيجي بيقلك هيدا تخرق مبدأ السيادي السيد للإنوان الدول العام وإلا إذا بدنا نتمسك بمبدأ السيادي معاش في إنو دول العام خلص ما إذا كل دولة تانيا دخلك مبدأ الامبيونيتي مبدأ الإفلات من العقاب مش مبدأ مهم أنا إذا رئيس دولي بدولي معينة أمارس جرائم ضد الإنسانية وبعمل تعذيب وبعمل كذا مبدو يحاكمني إذا أنا ممسك بالسلطة في هذه الدولة لذلك لابد من أن تعمد هذه الدول إلى السير بما يسمى هذه الصلاحية العالمية وهي شغلة هاودي اللي مش عم بفوته هلأ على المحكمة الجنائية الدولية أو لكم واحد لبنان معرضين للدخول إلى الجنائية في حال وقع لبنان نظام روما ما نازم تريد دوله أنا هذا الموضوع يمكن ما كانوا عن سنين موجود باضي معالي الوزيرة ما زال عم نحكي نحن عن المحاكمة الخاصة في لبنان استنادا إلى المحكمة التي تلاحق الأفراد هك أنتو عم تحكي كنا عم نتذكر المحكمة يلي كان مشارك فيها القاضي وليد عكوم حاكمت الأفراد يعني بانطلاق مشروع قيام هذه المحكمة كان في شروط أنه عدم محاكمة الدول والمنظمات والأعزاب فقط أفراد إلى أي مدى ما تخزني هنا نحيس إلى أي مدى فقدت نوع من موضوعيتها أو مصدقيتها أو شفافيتها أو 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 لا أنا ما بعتبر موضوع أنه أنت عم بتحكم أفراد هيدا يلي بيخلي المحكمة تفقض موضوع الجزء أو هيدا لأنه أنت اليوم عم بهيدا محكمة جزئية صحيح محكمة خاصة هيدا أنشئت لموضوع خاص جريمة إرهابية حصلت بـ 14 شباط 2005 وبعدين تعرف صار فيه الجرائم الأخرى يلي ما صار في يعني وقفت المحكمة هلأ رح تحكي ممكن بعد شوية عن أسباب توقف المحكمة عن العمل إنما هي بشكل عام القانون الجزائي والمحكم الجزائية تعاقب أشخاص ولا تلاحق وتعاقب دول أو مجمعات أو أحزاب إلا ما هناك هيدا موضوع بالتركيبة يعني مش أنه تسيس كي يقبل بها الأفريقاء وكان في لأنفيتو يمكن روسي أو غيره نحن ما منمش بهذه المحكمة أنا ما فيه في حال ستطال رؤساء دول يعني كان الاتهام على سوريا أو على حزب الله أو على غيره لا تبه رؤساء دول غير الدول عظيم فيها طال رؤساء دول وفيها طال رؤساء حزب لكن هون التسيس بالموضوع بالموضوع الشخصي يعني بيكون هو شخصيا مسؤول بدك تثبت مسؤوليته بالمباشر إن كان رئيس حزب أو رئيس مجموعة أو رئيس دولة مين ما يكون هلأ طبعا المحكمة الخاصة بلبنان وأنا هون مش مفروض يحكي عنها يعني بوجود الرئيس عقوم خير ما نحكي بس يمكن بشكل بشكل عام يعني عملت شغلة أكيد أخذ وقت كتير لبنان كدولة كحكومة التزم بالمحكمة الدولية كان عم بمول نص تمويل المحكمة الخاصة بلبنان خلينا نكون عم نستعمل صحيح الاسم الصحيح هلا وتصدر الحكم بالبداية وبالاستئناف بعدين طبعا هالشي لقى بالشعب اللبناني وبالمجتمع اللبناني أرق مختلفة البعض اعتبر إنه هيدا كان إنجاز البعض الآخر اعتبر إنه هيدا في استهداف لمجموعة معينة لفريق معين وبالتالي ما بدوا يتعرف ولا بدوا يعترف بالمحكمة مظبوط مش هيدا الوضع مثل ما وصفني إذا منا نجرب هيك نعمل تقييم موضوعي بغض النظر عن مضمون الحكم يلي يمكن الرئيس إذا بتحب تطرق له هيدا موضوع طلع قرار أخذ يمكن وقت طويل بس بتصور يعني فيه تشعبات بالملف بس كمان يعني مثل ما بيقولوا جاستيس ديليت جاستيس دينايد إجمالا العدالة ما لازم تاخد وقت كتير وبتصور كلف يمكن كمان أكتر من ما مفروض يكلف بس هون شوف في مسؤولية على لبنان على الدولة اللبنانية لأن الدولة اللبنانية تقعصت شوي من هالناحية إنه أكي عملنا المحكمة ما بدنا نتعطى بالشي لا أنا وتكون عم بدفع بدي كمان عم شوف كيف عم يندفعوا المساري حتى مش عم بقول إنه ندفعوا غلط ولا لا ولكن ما فيك أنت تكون عم بتمول أي محكمة أي مشروع وأنت مش عم تسأل نحنا بنياخد بروجي صغير بالجامعة بيكون فيه تمويل معين بيطلبوا مننا مئة مستند ومئة سؤال وبيبقى الموضوع الأساسي يلي هو إنه هيدا الأرار الجميع بيعرف اليوم إنه لم ينفذ ولن ولن ليش لم ينفذ ولم ينفذ لسبب كتير بسيط إنه يلي قلتم من شوي إنه في فريق معين أعتبر إنه هيدا أرار مسيس هيدا أرار بيستهدف فئة معينة وبالتالي هو مش معترف فيه بس أكتر من هيك بجميع الأحوال أنت اليوم بكل هالمسارات القضائية خلييني أقول من نوع المحكمة الخاصة بلبنان هيدا اللي الشي اللي بتتعرض له بجميع الأحوال لهالسبب أنا جمالا بشكل عام بجرب ولهالسبب كنا عم ندعي لإنزمام لبنان للمحكمة الجنائية الدولية تيكون فيه محكمة دائمة ساعة لأنك مضطر تخلق محكم ولأنك مضطرة تروحها محل ولأنك مضطرة مولة تغد النظر طبعا عن القرار بحد ذاته نعم بقيس نعم قراءتك لهذا القرار الذي صدر هل ما وصلت إليه المحكمة الخاصة بلبنان حتى اليوم علما أنه في قضايا عالقة توقف المحكمة قبل البدل القضايا العالقة وهي الاختيالات اللاحقة أول شيء لا توقفت برأيك بالسياسة أو مش بالسياسة اتنين ما وصلت إليه حتى اليوم بإصدار الأحكام كيف برأيك يعني خبرنا خبرتك نحن أمام عدلة البشر في ملف في أدلة تعرض أمام القضايا القضايا بيقدروا وبيحكموا استنادا لما يوجد أمامهم في هذا الملف الأضاءة وأنا لم أشارك في إصدار هذا الحكم لأنني كنت قاضي رديف وقتها وأصبحت قاضي أصيل بالقضايا التي لم يبت بها مع الأسف وتوقفت المحكمة هلأ من شوف ليش صدر الحكم الابتدائي استقنف هذا الحكم محكمة الاستقناف فسخت جزئيا وعطت أرارها اللي هي مقتنعة فيه واللي استندت فيه لما يوجد من أدل وإثباتات في هذا الملف توقفت المحكمة ومازالت هناك قضايا عالقة أمامها وهذا أمر لا يجوز أنا برأييه توقفت لأسباب خارجي عن إرادة القضاة السبب المعلن هو النقص في التمويل لبنان بوقت بوقيت مش قادر يجيب كهرباء مش قادر يجيب دواء فطبيعي أن يمتنع عن تمويل هذه المحكمة بفترة لكن قبل أن يصل لهون كان كل سنة كان في مشكل بالسياسي بالبلد أنه من تمول أو لا مثل ما قالت مع علي الوزيرة في فريق يرفض المحكمة بالمطلق لا يعترف بها حتى الأحكام ما اعترف فيها لم ولن يعني من هون منها مبلش ما في بلد مثل لبنان يقف ضد الإرادة الدولية ضد المؤسسات الدولية يا فادي بالآخر في نحن بلد عنا ما بعرف إذاش كم ألف حدم باليونيفل بجنوب لبنان بتمولهم لأمم المتحدة نحن كل ما اعتدت إسرائيل نلجأ إلى مجلس الأمن للإدعاء لإسرائيل فما فينا نكون مع العدالة الدولية في مكان ومش معها في مكان آخر صحيح لذلك كانوا يرجعوا لأسليل معينة للتمويل بس ما كانوا بيقدروا بأي وقت من الأوقات عندما كان فيه هناك قدرة على التمويل أنه ما يمولوا بالآخر بالآخر توقف حجر عثرة ولكن برغم ذلك أقفلت المحكمة وكأن هناك كان هناك قرارا سياسيا دوليا أنه لا يوجد لأي بطل في حاجة علما أنه في كسر من الضحايا والشهداء راحوا مش بس هك يعني في حتى حتى الدول ترفض مبدأ العدالة الدولية أنا يعني بهذه المسألة كليس مسألة مخيبة للأمال لأنه أنا مش بس عفكر بالضحايا طبعا ما في شكل نحن كان في عنا ثلاث قضايا بعد قصة الأستاذ بروان حميدي جورج حاوي وليس المر مش بس وهذا طبعا شيء مهم كتير أنه هؤلاء الضحايا ما حدا نعم بيبتلوا بأمرهم في متهم يقولوا ارتكب أم لم يرتكب بس أنا في مسألة تانية هذا المتهم كمانا ما بجوز أن يبقى متهما إلى أبد الآبدين هذا المتهم بدوا يعرف هل أنا مرتكب أم بريء ما فيك تحط له ترميله أنت متهم وتتركه هيك بالهوى يعني الضحايا ظلموا المتهم ظلم والمحكمة أغفلت وبقي الجميع في الظلام مسؤولية دولية المجتمع الدولي ككل يجب أن تنتهي هذه المحكمة بإصدار حكم أما بالبراءة أو بالإيدين على غرار ما حصل ببسألة الحرير المتهمة أكيد أكيد أنا اللي أقول الرئيس وقت لبنان صار عنده وضع معين صار يمنع ويمكن يأمن التمويل في أمين عام الأمم المتحدة ملزم أنه يفتش على تمويل آخر تصور بهذا الموضوع ما فينا نجزم بس طبعا الأوضاع السياسية تغيرت والإرادة السياسية لأن الدول كمان إرادة سياسية الدولية تغيرت عم بحتي هون دولية طبعا مش إرادة لبنان يعني مش لبنان قرر فجأة يوقف المحكمة بالعكس إطلاقا بدأت وقف مع بريك قصير لو سمحتم مشاهدينا بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم أهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم ضيوفي رئيس وليد عقوم قاضي شرف لدى محكمة تمييز أستاذ في الجامعة الأمريكية وقاضي في المحكمة الخاصة في لبنان الوزيرة السابقة وزيرة العدل ماري كلود نجم عميدة كلية الحقوق في جامعة القديس يوسف كنا عم نحكي رئيس عن المحكمة الخاصة في لبنان كيف توقفت وما هي رغم أنه بعض فيه ثلاث دعوة مقامة أمامها ولم تبدو بها اليوم كمان في عنا قضية بحجم ربما أو أكبر أو أقل من قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحرير هي محكمة قضية انفجار المرفع هذا الانفجار الكبير راح على القضاء اللبناني واتكلبج ما في شيء شو قراءتك من الانفجار حتى الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم وكيف المسعى للخروج مما نحن علقونا فيه بداية كقضاء دولي حددنا إلنا حصرا في أربع جرائم تستطيع المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر بها جرائم الحرب وهذا لم تحصل جرائم جرائم الحرب مثل ما أمس ما بدلة يجب أن تحصل قلال الحرب جريمة ضد الإنسانية لا أعتقد هناك تعريف تقني للجريمة ضد الإنسانية وعلى فضاعة وهول الجريمة التي حصلت في المرفأ لا تستوفي الشروط المنصوص عليها بأجرائم ضد الإنسانية طبعا هي ليست جريمة عدوان ولاست جريمة إبادة جماعية إذن خلينا نستبعد نمشي فيها وحدي وحدي لمجال لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية في هذا المجال يبقى إذا بلجأ القضاء الدولي يكون على مجلس الأمن أن ينشئ محكمة ثانية على غرار المحكمة الخاصة بلبنان وهذه دونها عقبات كثيرة برأي السبب الأساسي الذي يعرقل التحقيقات في المرفع حاليا هو مسألة الصلاحية الحصانات الحصانات التي تمنح للوزير الفلاني وللنيب الفلاني وللقاضي الفلاني أنا لا أعرف ما هو مبرر وجود هذه الحصانات قاضي بيقول لك بدنا نحاكمه بطريقة معينة وزير ونائب في مجلس خاص بمحكمة الرؤساء والوزراء وبشعر شو تبدلي تاريخيا هل عمد هذا المجلس إلى محاكمة وزير معين أو رئيس معين أو صدر حكم في هذه المسألة لماذا مسألة الحصانات هذه ألا يتعارض مبدأ الحصانات مع مبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور ليس فقط الوزير والقاضي المحامي إذا بدك تحكم وبدك إذن من نقابة المحامين إذا ما عطتك إذن نقابة المحامين لا يوجد حكم يبدو أن هذا السبب هو أحد أهم الأسباب التي تعرقل سير التحقيق في قضايا المرفأ القضاء الدولي لا مجال للجوء للقضاء الدولي بالظرف الرائن وفي الحالة الحاضرة المحكمة الجنائية الدولية فضلا عنها لبنان ليس منضمن لها كما سبق وقلنا حتى لو كان منضمن إلى ما في صراح يلي النظر إنشاء محكمة دونه صعوبات وصعوبات في الوقت الحاضر مع ما يترتب على ذلك من أعباء ملي ضخمة يبقى مسألة الحصانات يمكن أن نلجأ بتشريعات معينة بمسائل معينة إلى رفع هذه الحصانات ومثول الجميع أمام القاضي تبهيدا لإحفاظ معالي الوزيرة تعتبرين أنه فقط الحصانات هي التي تعيق تقدم أو التدخل السياري بوقاح عفوا على التعبير بالقضاء وأنت كنت وزيرة عدل طبعا هيدا طبعا يلي تفضلوا وقالوا رئيس عقوم بموضوع التقنية القانونية هيدا اللي عم بيكون سبب العرقلي موضوع الصلاحية دعي وطلبات الرد التي لا تعد ولا تحصي اللي كربجت للملف كليا أنا بدروح أبعد من هيك لأنه صحيح مظبوط إذا عم نحكي اليوم موضوع مشكل مشكل صلاحية بدي أعتبر أنه اليوم الملف راح عن مجلس النيابة هل نحلم نعتقد فعليا أنه المجلس النيابة راح يقدر يلاحق ويعقب وزير يعني المحكمة لمحاكمة الرؤسة والوزراء بعتذر يعني رياض سلامة لأنه نيب ولأنه وزير وينه الملف اليوم بالقضاء خلينا نرجع على ملف المرفأ إذا ما ربطنا لأنه هيدا الملف صار فيه خلينا نقول مسار عرقلة ممنهجة واضحة تفضلت وقلت كلمة وقاحة مع معركة إعلامية شنت بشكل عنيف يعني ما ننسى كمان حتى المحقق العدلي بيخد النظر عن إجراءاته نحنا مش عم نقيم قراراته بس بلشوا بلشوا فيه إنه قومي وبعدين إنه عوني وبعدين وعميت لعي يزور بالأثر الوزير سليم جريساتي بعدين صار قوات وبعدين صار أمريكاني هيدا كلها من الحملات يلي بتصير تشن وقتا بيكون فيه ما صار قدائي بدو يتعرقل هلأت هلأ إذا ما ربطنا موضوع المرفق تهديد بالأبع إذا أكيد طبعا ما عم بحكي هون بقاف بس ما عم بحكي حتى عن تدخلات السياسية اللي كانت أعلى من هيك وبرأي المؤسسات القدائية مفروض كانت تتصدى لهيدا الموضوع هيدا موضوع موضوع آخر بس إذا ما رينا موضوع المرفق نربطه بكل المسار الباقي بالملفات الباقي أقل أهمية مننا يمكن ولكن كمان بتقتل شعب بشكل معين خلينا أحكي بالملف المالي تحديدا أو غيره إذا ما ربطنا بالمسار السياسي والقضائي وال يلي جارب البلد يلي هو مصار إفلات من المحاسبة أنا ما بحب إفلات من العقاب فيه قرينة براءة إفلات من المحاسبة حتى ما بدي تحاسب هيدا الموضوع عم بيكون صار بتكويننا نحنا ثقافيا صار موضوعنا أنه ما منروح عند القاضي قاضي بيستديك ولا ممكن مسؤول بأي دولة العالم رئيس طبيب بري يقول الضعيف يذهب إلى القضاء لا بس اليوم تصور يعني رئيس ساركوزي هيدا رئيس جمهورية سابق وراح القضاء وطلع حكم فيه نحنا عنا هون ما حدا بيروح على القضاء ونحنا هيدا السقافة مش هلأ مش من جديد ما بلشت بملف المرفع بلشت نحنا وقت من بعد الحرب الأهلية قبلنا نحنا نقول عفا عما مضى ونعمل قانون عفو عام يلي بين هلالين كان قانون كمان بيحتقر الشهداء الناس ليش لأنه أنت عم تعمل استثناء بس من القانون للجرائم السياسية يعني إذا أنا متت ضبحت قتلت خطفت ومش جريمة سياسية أنا ماني شخص سياسي معلي هيدا عفا عما مضى وتقبلنا نحن يعني سياسيون برقوا أكيد وتقبلنا نحن بهيدا الشي أرسينا هيدا الثقافة وبالتالي أنا ما بستغرب أنه اليوم يجي أي شخص يقول أنا ما بدي روح أمام القادر سواء هو كان مسؤول أو مش مسؤول عن الشي يلي عم بهيدا يلي بستغرب هو أنه جمهوره بعده بيزقف له جمهوره بعده بيصوت له وبيانع جمهوره أنه هو مستحدث سياسيا وطائفيا هون المشكل وهيدا ليه عم بيصير هيك مشان هيك عم بيقول لك إذا ما ربطوا بنظامك وبممارساتك الحالية بتكون بعده عم بتشوف أنه الموضوع بيتعلق بس أنه معرفنا حقيقة بملف معين على أهميته وملف المرفق من أكبر الملفات يلي يوم معروضين على القضاء بقى المشكل مش أنه معرفنا الحقيقة بهالملف المشكل أنه مش معرفنا مين اختال بالاختيالات السياسية أو مين قتل مين سرق المشكل أنه أنت منظومة القيام عندك مضروبة كليا يعني الدولة لشو السلطة لشو القضاء لشو تيأمن العدالة إذا هيدا مش عم تقدر تأمنه وعم بيكف الموضوع وشفنا شو صار بالسنوات الأخيرة مين حاسب اليوم ما حدا حاسب لا القضاء قدر يحاسب ولا جمهور ولا الناس حاسبت لأنه الناس قاعدم مترسة بحسابة وبطوافها وما بد تحاسب من قلب أحسابها الناس بدها تنتفض على زعيم الآخر على زعيم الخصم بس ما بدها تسأل الحزب أو الشخص اللي سواتت له أنت شو عملت هيدا إشكالية أساسية بقى بتقلي شو الحل بملف متل ملف المرفق نحنا أو إذا مش هحكي يمكن عن موضوع القضاء دول لأنه متل ما تفضل وقال الرئيس الشروط مش متوافرة بجميع الأحوال ورح زيد على هالشي نحنا كمان مش مفروض تكون نيتنا وإرادتنا أنه كل ما صار فيه مشكل بالبلد بدنا نروح نفتش كيف بدنا نخلق محكمة نحنا بدنا ندعم القضاء اللبناني نحنا بدنا بدنا نساعد القضاء اللبناني ولكن هل تكربج ياللي صار لأنه ياللي صار هيدا اللي صار عم يتجمد ملفات ومسارات قدائية عم يخذك انت عم حل آخر وعم بتشوف أنه بالنتيج وين بدك تشتغل بدك تشتغل بالعمق على سقفتنا سقفة الإفلات من المحاسبة ومن العقاب بدك تشتغل على توعية المعرفة والوعي عند الشباب وأنا بشوف هون دور الجامعات ودور الإعلام أساسي أنتوا عندكم محطات في محطات بلبنان كثيرة وعندك برامج كمان عم يستقبل أشخاص مطلوبين بملف المرفأ وما راحوا عند القادة واستقبلتون يعني كمان هيدا هالشي بيدخل ضمن مش عم بول شو لازم ينعمل وما ينعمل عم بول أنه كمان تعودنا أنه هالشي شغل شغلية طبيعية لكن القضاء هو أوقف ملاحقة هؤلاء الناس اللي حكي عنهم القاضي عقوم بالسياسي اللي عندهم قضاء طب معلاش رؤيتك يعني بموضوع المرفأ آخر مشكل صار بين القاضيين مدة عام التمييز وقاضي التحقيق وهو دي كانت الضرب القاضي للتحقيق وكل واحد قعد عجانا بتوقف اليوم من بعد تقاعد الرئيس عويدات وحل ما كانوا الرئيس عجان برأيك بتتفكفك لأنه عم يرجع ينحكى أنه يرجع الملف أنه يمشي طريقه لأنه نحن عم نتهم السياسيين أكيد بالسياسي كمان فاتوا على هالمشكل يعني يجب أن يتفكفك لازم يتحلح هذا الموضوع المشكلة مثل ما قلنا يلي فيه ببنية النظام بنية الحياة السياسية والإدارية في لبنان صار في مشكلة أنت بحياتك سمعت أنه مدعي عام التمييز يتعين بانتداب من الرئيس الأول مدعي عام تمييز لأول مرة بتاريخ لبنان يعين بأرار من الرئيس الأول ما في أحسن منه مدعي من التمييز الحالي الرئيس مجلس القضاء الأعلى من أحسن قضاة لبنان بس هذه الآلية نتيجة عاجز السلطة السياسية عن انتخاب رئيس جمهورية عن إعادة بناء السلطة خلت أنه نلجأ لأشي هجيني إشي هجيني مدعي من التمييز يجب أن يكون مستقل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى يفترض كمان مستقل عن السلطة السياسية كمان رئيس وهوني قصة قانون القضاء القضاء طبعا أنت هل تعلم أنه هلأ خلال أشهر محدودة ينتهي تنتهي ولاية الأربع قضاء اللي تعينوا يمكن بعهدك ما عليك الأربع قضاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بعده بعدك بعد شوية بيقلز بدتهم أنت بتعرف تكوين الفراغ يشغل رهيبي مجلس القضاء العالم تعرف عشر قضاء ثلاثة منهم بالانتخاب ثلاثة حكميين في ثلاثة حكميين ثلاثة حكميين واثنين بالانتخاب وخمسة بالتعين وخمسة بالتعين ثلاثة واثنين خمسة إذن خمسة اللي بالتعين أنا على علمي أربعة بس إذا كانوا خمسة أو أربعة ستنتهي وليتهم قريبا وبيبضي عيبا ما عينوا مدعا التمييز كيف بدون يعينوا عظا بلس قضاء أهلا يصبح القضاء بلا مجلس قضاء مش بس شرور على مستوى لهيئة العامة لما حكبت التمييز وعلى مستوى قضاء حكيت معالي الوزير عن عرقلة ممنهجة يمكن أكتب من عرقلة وكأن هناك منهجية معينة لتحليل كل مؤسسات الدولة عم نحكي عن القضاء يعني بكرة بس يخلص يعني كأن هناك عمل ممنهج لضرب المؤسسات القائمة بهذا البلد أكيد بشكل عام يعني لكننا عم نحكي عن ملف المرفق بس الشي منشوفه بكل الملفات أنت اليوم وتبتجي بدك تحاسب بأي ملف مش بس عم نحكي بالقضاء شو اللي عم ينقال هيدا كله عم بيصير تحت عنوان محافظة على السلم الأهلي مظبوط والاستقرار شو بيقولولنا بيخوفونا كيف إنه رح يصير في حرب أهلية إذا عملته هالشي رح يصير في حرب أهلية إذا عملته هالشي استهدفتها الطايفة بالنتيجة شو وصلنا وصلنا لا عدلة وهذا كله كذب ولا سلم أهلي ولا استقرار طبعا كذب لأنه يعني إذا بدي بسطة يعني عم بيقولولك طب معلي خلي يبقوا مستلمين البلد الزعران جمال أحوال تيكون في استقرار لا أنت اليوم بلبنان ما عندك استقرار ما في استقرار بدون عدلة هيدا المقولة إنه العدلة ممكن تعرض الاستقرار هيدا مقولة خاطئة واللبنان خير دليل على ذلك أساس الاستقرار هو بنظام عدلة لهذا السبب اليوم بروح وبرجع بكرر لأنه هيدا التجربة المتواضعة اللي يلي مرات فيها خلتني زيادة شوف قدي الموضوع بعمق سقفتنا يعني الموضوع مش متعلق بس بكم شخص يعني حكمين البلد سياسيا أو غيره تبما تبما ليش ليش قدرين يحكم وليش قدرين يتمسك وليش قدرين يكون عندهم زراع بالقضاء وبالأمن وبالإعلام وبالإدارة بكل شي يعني بكل إدارات الدولة ليش إذا أنت اليوم ما عندك شعب واعي أنت ما عم تشتغل مع أجيال ومع شباب تيكون فيها الوعي تتشتغل على دولة على بناء الدولة يلي اليوم عم تتفكه يكون مش من اليوم هلأ اليوم عم بتشوف آخر نمزج إنحلال الدولة بس نحنا من زمان وجر عم نعيش مع دولة ضعيفة كل مشاكل لبنان جاية من غياب الدولة أساسا مظبوط ولا لا صحيح بقى بتقلي في نية بالموضوع أكيد لأنه كل ما تضعف الدولة كل ما تضعف ضمانة المواطن كل ما ترجع تشتشد حاجة المواطن للحزب أو للزعين وما بقول حتى التوايف لأنه المشكل مش بالتوايف بقدر ما هي بمجموعة زعمة تسلطوا على التوايف وتسلطوا على الدولة وعلى إدارات الدولة في رؤية معينة رئيس أنه نطلع من هذا المنهج يلي حكيت عنه معالي الوزيرة هذا في عنا ثار ثقاف أنه نحن بدولة منهارة على كافة الصعود والمسؤولين السياسيين على أعلى المستويات هم الذين يتحقون المسألة بقناعتي مش ميقوس منها نحن مرئنا بفترة أيام فؤاد شاب تعرف بنى مؤسسات كان فيه مؤسسات كان فيه مجلس قطبية مدنية مجلس قضاء أعلى تفتيش مركزي انبنى هذه المؤسسات ونفس الشعب اللبناني حالياً موجود شو بيمنع أن يعاد بناء هذه المؤسسات من جديد بس المسألة تحتاج إلى ثورة فكرية ثورة فكرية يعني بيشغل عليها بالإعلام بالجامعات بالمدارس لإعادة النظر بطريقة تفكيرنا يبطل الكوراكت الفاسد يفاخر بأنه أنا قدرت تعينته اللي اضايعتي بالوظائف الفلانية وأنا قدرت تزبط عندما يقول رئيس سلطة تشرعية أنه الضعيف هو الوحيد الذي يذهب إلى القضاء هذا الوضع شو بدك يعني هذا الوضع شو كيف مدى نوصل بدى مش تريك أقوله ده تورة فكرية لنظف أنا برأي عندك مسارين في مسار على المدى الطويل عم تشتغل أنت على وعي على تسقيف على وهيدا مسؤولية جامعية يعني تقع على كل واحد مننا وفي لأنه ما فيك تنطر أنت شو بده يصير بعد عشرة وثلاثين واربعين سنة اللي بدك أنت تبنيون بهالوقت بدك أنت تشجع أي شخص أي مسؤول أي نايم أي وزير أي استاذ أي متقف أي موظف عم بحاول يعمل خروقات بهيدا الجدار الصعب خرقه يلي هو هالنظام المتكربش أنا ما بشوف فيه تناقض بين المسارين يعني أنا بشوف أنه لازم نشجع كل العمل اليومي على خلني أقول شغل على خروقات معينة بملفات معينة ما عم نحكي بس عن الملفات القضائية عم نحكي كمان بالسياسة وفي نفس الوقت عم تشتغل على المدى الطويل تنقدر نفهم لأنه في كتير بعضهم بفكروا أنه يمكن المشكل هو بكم شخص يعني هول بكفع أنه يلا بتشيلهم عجنب لا لا الموضوع مش به السهولة وبكل الأحزاب وبكل الطوايف في ناس في ناس أوادم وفي ناس زعران بقى الموضوع هو أبعد من هالشي لازم نشتغل على هول المسارين دي صحيح وحصلت عدة تجارب تصديقاً لكلام الوزيرة حصلت عدة تجارب بتطهير أنه يلا يا شهدين بشيله ولي بوظف إليه بشيله ولي بوظف إليه ثم تعود بيروح الشيء الشبعاني بجلجعان ساعتها إذا لم تؤسس لمؤسسات مؤسسات تعمل بعد عندي آل من خمس دقايق مع علي الوزيرة بالعودة إلى الحكومية التي اتخذت قراراً بوقف دفع الأوروبونت وجرة السلسة هل هذا خطيئة أم خطأ أم شو وليش رحت بهذا الانتجاه وهل أتت هذه الخطوة ناقصة جداً لا طبعاً لا رح قل لك شو الموضوع أجت ناقصة بس مش بسبب التعلق عن تعليق الدفع بعدك مؤمنة أنه كان لازم نعلق الدفع ورح قل لك ليش مش رح أقول أنا مؤمنة رح أطرح السؤال والمشاهدين خلني يقرروا على أساس الشي اللي بدي أقول شو يعني اليوروبونت لأنه الكتير ناس ما بتعرف اليوروبونت هي سندات بتصدرون الدولة وتبدأت تدين على الأسواء العالمية بالتالي بتحطها السندات بتعمل قانون بتحطها السندات وهيك بيجيها تمويل بالدولار لسبب اسمهم اليوروبونت بعكس ما الناس مفكرة أنه هذا باليورو طبعاً الأسواء العالمية لا تشري السندات إلا ما يكون فيه سئة معينة أقله يعني الدفع بسبعة أزار 2020 كان لسبب بسيط المبلغ كان رح يطلع تقريباً إذا بتحكم عشرين وعشرين تقريباً تسعة مليار دولار يعني لأنه عندك عدة مراحل يعني ميسان أيار إلى ما هناك الفكرة كانت أنه أنت تستعمل هالمبلغ من الاحتياطة لحجات شعبك بظل أصعب أزمة موجودة وبنفس ونعمل تعليق عن الدفع بالتالي الخطيئة الكبيرة إذا بدنا نقول ها باختصار ما كانت أبداً تعليق دفع اليوروبونس لسبب بسيط أنه لبنان كان صنف تريبل سي يعني متعثر عن الدفع في 2019 والتوقف عن الدفع صار كلنا ما قدرنا نوصل على أموالنا بالمصارف في 2019 تعليق دفع اليوروبونس مجرمين ورح أقل لك عددهم واحد واحد لأنه أنا بقدر أحكي بكل حرية الخطة الأساسية اللي صارت هي التكتل الأساسي اللي ضرب تنفيذ خطة الحكومة اللي أكررت ب30 نيسان 2020 وياللي كانت أمن لكل الموديعين الليبنانيين 500 ألف دولار من وديعهم وما فوق 500 ألف دولار بعملية بالقين وكانت هيكلة المصارف وكان الدولار بالتوقعات بأسوأ التوقعات كان بديو يوصل على مين درب الخطة ثلاث محاور مجلس النواب لجنة لجنة تقسي ما يسمى بلجنة تقسي الحقائكية اللي منقشت الخطة ولكن شيطنتها وقالت إنو الأرقام خاطئة علماً إنو اليوم كلهم أكرروا إنو الأرقام مش خاطئة مين كان موجود بمجلس النواب بهيدا أمل جنبلات الحزب الاشتراكي الوزراء يلي قرأ بن الرئيس ميقاتي كلهم كلهم هيدا الموضوع هون فعلاً أنا هون بقول كلهم يعني كلهم اتنين مصرف لبنان بالوقت ثلاثة جمعية المصارف وبالتالي اليوم ضروري يعرف الشعب اللبناني إنو المتركاج اللي عم ينعمل تتنكب كل المسئولية أنوا طيرتم إصداقية الدولة اللبنانية بالتوقف عن الدفع هيدا عم ينعمل المتركاج مقصود من قبل كل الأشخاص اللي مسئولين والمستفيدين لأنه هن بعد ما تحملوا ولا جنس المسئولية تيكبوا الموضوع على هيدا الأرار ويتنصلوا من المسئولية وهيدا هو بحد زيته الإفلات من العقاب لهالسبب أنا وصلت لنتيجة بهالملف وبملف المرفق وبغيره أنت بسيستام بتركيب بنظام عصي على الإصلاح أنت بدك تروح على نظام آخر هلأ عم بتقلي اللي بطل فيه وقت يمكن نظام الآخر النظام الآخر بدك تبني دولة بالأول بعدين أنت تشوف إذا الدولة حيادية أو فيدرالية أو كذا لأنه أنت اليوم عم ينكب كل اللوم على الدولة المركزية اللوم مش جاية من الدولة المركزية اللوم جاية أنه ما في دولة كليا ما عندك أنت في لبنان دولة مركزية عندك أربع دول عندك دولة سنية ودولة شعية ودولة مسيحية ودولة درزية كل واحدة بتعين الزابط والقادي والموظف وحتى إيدها على كل شيء هيدا بدك تشتغل أنت تتضربه مش تجي تعمل تناحر بين هالدويلات يلي بتخلي بتأجل الحل وبتقوم اللبنانيين على بعضهم وهيدا إذا اللبنانيين ما فهموا من هلأ لمئة سنة رح يضموا ولادنا ولاد ولادنا ما عندهم دولة وما عندهم كرامة وما عندهم حقوق يعني هكذا حلقة خاصة لأنه هلأ في حكة عن إقابة دعاوة ضد الدولة اللبنانية في نيويور صح وحجز ممتلكات تعود من قبل الحاملية لأوروبا عند حل رئيس اليوم اليوم بس دقلك شغل هاي شغل كتير مهمة لأنه نحن واليوم والطولب منه أنه ندفع كان سعر السوق للبوند أربعين من أصل المية يعني كان عم ينطلب منه ندفع مية في حين كان بالسوق حقه أربعين هلأ بالسوق حقه أربعين سنت يعني صار حقه هلأ سبع سنس تتفضل الدولة اللبنانية اليوم وكل يلي عم ينتقده يدفعه هلأ سبع سنس حقه كل لعبادة بتطلع بأربع خمس مليار دولار ما حلما نكون دفعنا بوقتها تسع مليار دولار يتفضلوا يعملوه هلأ وبينحل المشكلة يلي أساسا بعد ما صار مشكلة بالبلغ أنا بدأ أشرك مع علي الوزيرة فات علينا الوزير غسان حصباني لازم يرد بس دخلص الوقت ما تريغزنا أهلا وسهلا فيكي الوزيرة السابقة ماري كلود نجم الخاضي والدهاكم أهلا وسهلا فيكم شكرا انتهت الحلقة تابعونا في حلقات لاحقا إلى اللقاء اشتركوا في القناة